بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الكلاس إن شاء الله رح نستعرض مجموعة من أسئلة الـ Old Exams الخاصة بدرس Conversion of Units presented by Dr. أحمد غني في هذا السؤال بيقول لي A car is driving at 70 miles per hour Express this speed in meter per second وأعطاني التحويلات المطلوبة هنا وبالتالي one mile يساوي 5,280 feet وone meter بساوي 3.3 feet الآن إحنا رح ننتقل من خلال اللي هو تحويل وسطي رح يكون الانتقال أولا من المايلز إلى الميتر وبالتالي رح نحصل الوحدة ميتر على اللي هو الأور ثم أنتقل من اللي هو الأور إلى السكند فأحصل على ميتر per second وبالتالي خلينا نجري التحويل الأول يبقى أنا عندي 70 miles per hour رح تساوي 70 miles per hour وأبغى بداية لهو أتخلص من المايل إذن رح أحول من المايل إلى الفيت ومن الفيت إلى الميتر يبقى رح نكتب المايل في المقام وبالتالي one mile رح يساوي 5,280 feet ثم أبغى أتخلص من الفيت يبقى رح نكتب هنا 3.3 feet رح تساوي one meter وبالتالي كده أنا بكون تخلصت من المايل وتخلصت من الفيت وحصلت الميتر المطلوب يبقى الآن هذا الكلام رح يساوي 70 في 5,280 على 1 في 3.3 وبالتالي رح نكتب هنا 70 في اللي هو 5,280 الناتج رح أقسمه على 3.3 وبالتالي رح يعطيني 112 ألف يبقى رح نكتب هنا اللي هو 112 ألف الآن إيش الوحدة الخاصة بالناتج هذا هي عبارة عن meter per hour الآن بيلزمني التحويل من meter per hour إلى meter per second وبالتالي أبغى أتخلص من الأور وأتحول إلى second إذن رح ناخذ هذا الرقم 112 ألف meter per hour رح يساوي 112 ألف meter per hour وبعد كده أبغى أتخلص بداية من الأور وأتحول إلى minute ومن ثم من minute إلى second يبقى وين رح نكتب اللي هو الأور هذا موجود في المقام إذن رح نكتب هنا في البسط one hour رح يساوي اللي هو 60 minutes ثم الone minute أكيد بيلزمني أتخلص من المنت لذلك كتبتها في البسط رح تساوي 60 seconds وبالتالي كده رح يروح الأور مع الأور والمنت مع المنت ورح يتبقى عندي second موجودة في المقام وأنا أبغاها تكون موجودة في المقام لأنه الوحدة النهائية رح تكون meter per second يبقى الآن أنا عندي اللي هو 112 ألف في واحد في واحد على 60 ضرب 60 وبالتالي هذا 112 ألف رح أقسمه على عندي هنا اللي هو 60 ضرب 60 رح يعطيني 3600 وبالتالي الناتج رح يكون 31.1 يبقى عندي هنا 31.1 اللي هو meter per second وبالتالي أكيد الآن لو قربنا هذه القيمة رح تعطيني اللي هو الإجابة المطلوبة وهي 31 متر per second نشوف الآن السؤال الثاني في هذه المسألة بيقول لي The body mass index of a person is calculated in SI units اللي هو standard international units using the formula البي ام اي رح يساوي الويت بالكيلو جرام على الهيد تربيع بالميتر تربيع الآن إيش المطلوب المطلوب هو إيجاد البي ام اي اوف اي برسون whose weight أعطاك الويت الخاص فيه بالباوند قال لك مية وستين باوند والهايت أعطاك إياه بالانشز وبالتالي البي ام اي قلنا احنا بيلزمنا الويت بالكيلو جرام والهايت بالميتر سكوير وبالتالي على أساس انه يكون عندي الوحدة اللي موجودة هنا خاصة بالبي ام اي يبقى بداية لازم أحول الويت هذا الى كيلو جرام ولازم أحول الطول هذا الى ميتر وبالتالي خلينا نشوف عملية اللي هو التحويل يبقى رح ناخد مية وستين البي رح تساوي عندي هنا الون البي بساوي اربعمية واربع وخمسين جرام وبالتالي مية وستين البي نبغى نتخلص من الالبي رح نكتب هنا واحد البي اللي هو باوند بساوي اربعمية واربع وخمسين جرام لكن احنا نبغى الناتج بالكيلو جرام وبالتالي بيلزمني اتخلص من الاجرام اذا رح نقول الف جرام رح تساوي وان كيلو جرام كده انا بكون تحولت من الالبي اللي هي الباوند الى الكيلو جرام يبقى رح يروح هذا الالبي مع هذا الالبي والاجرام مع الاجرام وبالتالي الناتج هنا رح يكون عبارة عن مية وستين ضرب اربعمية واربع وخمسين على الف وبالتالي عندي مية وستين ضرب اربعمية واربع وخمسين رح يساوي قسم الالف اذا الناتج رح يكون ثنين وسبعين وبالتالي رح نكتب هنا اللي هو ثنين وسبعين فاصل ستة اربع طبعا الوحدة بالكيلو جرام نيجي الان لالقيمة الثانية اللي اعطانيها بالانشز وبالتالي انا عندي سبنتي انشز رح تساوي التحويل رح يكون الى ميتر وبالتالي رح نقول هنا سبعين انش ضرب بداية انتقل الى السنتيميتر ثم من السنتيميتر الى الميتر وبالتالي الوان انش على اساس انه اتخلص منه رح يساوي ثنين فاصل خمسة اربعة اللي هو سنتيميتر ثم المائة سنتيميتر رح تساوي وان ميتر وبالتالي كده تخلص من الانشز وتخلص من السنتيميتر وتبقى لدينا الميتر وبالتالي الان رح نضرب اللي هو سبنتي ضرب اثنين فاصل خمسة اربعة يساوي الناتج رح اقسمه على اللي هو مائة وبالتالي رح يعطيني واحد فاصل يبقى هنا واحد فاصل سبعة سبعة ثمانية الوحدة بالميتر نيجي الان لالبي ام اي وبالتالي البي ام اي رح يساوي الويت بالكيلو جرام رح ناخد هذه القيمة اللي هي سبعة اثنين فاصل ستة اربعة وانقسمها على تربيع اللي هو الهايت وبالتالي هذه القيمة اللي احنا حصلنا هي الهايت اضربها في اللي هو واحد فاصل سبعة سبعة اللي هو ثمانية فرح توجد اللي هو الهايت تربيع اللي هو رح يساوي ثلاثة فاصل واحد ستة واحد ممكن نقرب هذه الى الثلاثة وبالتالي هنا رح يكون اللي هو الناتج رح نحسب هذا الكلام سذن تو بوينت سكس فور قسمة اللي هو تلاتة فاصل واحد ستة واحد ثلاثة وبالتالي الناتج رح يعطيني اثنين وعشرين فاصل اثنين وعشرين فاصل تسعة سبعة خلينا نقرب ثمانية وهذا الكلام كوحدة رح يكون بالكيلو جرام على طالما هذا كان بالميتر وانت ربعته رح يصبح ميتر سكوير تقريب هذا الكلام اكيد رح يعطيني اللي هو الناتج من هذا السؤال خلينا نشوف الآن السؤال التالي بقولي هنا convert the acceleration due to gravity from 9.8 meter per second square الى miles per hour square وبالتالي كما تعودنا رح انتقل بداية بخطوة بينية الى miles per second square ثم من miles per second square رح نحول السكند سكوير الى hour square يبقى رح نبدأ بهذه القيمة 9.8 meter per second square هذا الكلام رح يساوي 9.8 meter per second square ضرب الان نشوف التحويلات اللي موجودة عنه انا عندي 1 mile بيساوي 5.28 في 10 او 3 feet 1 feet بيساوي 12 انش وال 1 inch بيساوي 2.54 سنتيمتر وال 1 meter بتساوي 100 سنتيمتر وبالتالي انا بلزمني بداية اتخلص من الميتر يبقى عندي ال 1 meter طبعا موجود هنا في البص يبقى رح نكتب في المقام رح يساوي 100 سنتيمتر بعد كده عندي ال 2.54 سنتيمتر لازم تنكتب السنتيمتر بعكس مكان اللي موجود هنا رح يساوي اللي هو 1 inch وبالتالي كذلك عندي اللي هو 12 inch 12 inch رح يساوي 1 feet واخيرا هذا الرقم بالfeet اللي هو عبارة عن 5,280 5,280 feet رح يكون بيساوي 1 mile يبقى كده انتقلت أنا من الميتر إلى المايل وبالتالي نعمل الآن الكنسيليشن عند الميتر مع الميتر السنتيمتر مع السنتيمتر الفيت مع الفيت واكيد الانش مع الانش رح يتبقى عندي المايل يبقى هذا الكلام كله رح يساوي الآن رح نضرب 9.8 في 100 الناتج مقسوم على اللي هو عندي هنا 2.54 مضروف في 5,280 وبالتالي لو ضربنا 9.8 في 100 رح يعطيني اللي هو 980 مقسوم على اللي هو خليني أضرب هنا 2.54 ضرب 12 ضرب اللي هو 5,280 الناتج رح نكتبه هنا هو 16934.4 طبعا الوحدة رح تكون اللي هو mile per second square وبالتالي رح نحسب هذا الكلام عندي 980 قسمة 16934.4 الناتج رح يعطيني اللي هو هذا الرقم وبالتالي رح نكتب هنا هذا الكلام رح يساوي 0.006 اللي هو mile per second square الآن رح نأخذ هذا الرقم 0.006 mile per second square ونحوله إلى mile per hour square وبالتالي 0.006 mile per second square ضرب هنا رح يلزمني التخلص من second square إذن second square موجود في المقام وبالتالي رح نكتب square في البسط أنا عندي 60 تربيع second square رح يساوي 1 تربيع اللي هو minute square وبيلزمني بعد كده أنتقل من minute square إلى hour square إذن رح نضرب الآن في اللي هو 60 تربيع minute square على اللي هو one hour square كده أنا بكون وصلت أنه يكون عندي الhour square موجود في المقام وهذا المطلوب وبالتالي رح نختص minute square مع minute square والs square مع s square إذن الناتج رح يكون رح أضرب هذا الرقم اللي هو موجود أمامنا ضرب 60 تربيع اللي هو عبارة عن 3600 ضرب 3600 وبالتالي رح نضرب هذا الكلام ضرب 3600 ضرب 3600 وبالتالي الناتج رح يكون اللي هو 78,919.1 الوحدة mile per hour square الآن بقي لي هذا الرقم أكتبه بالصياغة اللي موجودة عندي هنا وبالتالي هذا الكلام رح يساوي الآن إنت عندك الفاصلة موجودة هنا بيلزمني أحركها إلى اللي هو اليسار وبالتالي حتى تصل هنا وبالتالي عندي واحد اثنين ثلاثة اربع خانات إذن أنا عندي هنا عشرة أس أربعة ورح نكتب 7.89 يبقى كده أنا حصلت اللي هو الناتج المطلوب من هذا السؤال ننتقل الآن إلى السؤال التالي بيقولي هنا express the speed of sound اللي هو عبارة عن 330 ميتر بار سكند إلى ميلز بار اور وبقولي هنا الone ميل بساوي 1609 ميتر الآن أنا رح يلزمني أنتقل بداية من الميتر إلى المايلز وبالتالي مي على السكند ثم من ميل على السكند إلى ميلز بار اور رح نأخذ هذا الرقم 330 ميتر بار سكند رح يساوي 330 ميتر بار سكند ضرب أبغى أتخلص بداية من الميتر وبالتالي 1609 ميتر رح يساوي one ميل that's it رح نكنسل هذا الأم مع هذا الأم وبالتالي رح يتبقى عندي الميل إذن لو قسمنا اللي هو 330 قسم 1609 رح يعطين وبالتالي رح نأخذ اللي هو هذا الرقم اللي هو عبارة عن 0.205 يبقى هذا وحدته هي ميل بار سكند الآن رح نأخذ هذه القيمة 0.205 ميل بار سكند وأبغى أحولها إلى ميل سبر آور يبقى رح يتساوي 0.205 ميل بار سكند ضرب عندي السكند موجودة في المقام وبالتالي عندي 60 ثانية رح يساوي one minute وعندي اللي هو 60 minute رح يساوي one آور وبالتالي كده أنا بكون وصلت ل الأور اللي أنا أبغاها تكون موجودة في المقام يبقى الاس رح تكنسل الاس والminute رح تكنسل الminute وبالتالي لإيجاد القيمة رح أضرب الرقم الناتج ضرب 60 ضرب 60 وبالتالي هنا هذا ضرب 60 ضرب 60 رح يكون عندي الناتج هو عبارة عن 738 30 30 30 ثري اللي هو 5 مال س لو قربنا هذا الكلام رح يعطيني اللي هو الإجابة المطلوبة من هذا السؤال وكذا ما يكون وصلنا لنهاية هذا الكلاس أتمنى أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم يعطيكم العافية وبارك الله فيكم على المتابعة